السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام اهلا مرحبا بكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين ان شاء الله النهاردة يا اخواني العزاء هنتكلم عن تفسير رؤية الملابس في المنام بالتفصيل طبعا اخواني العزاء الملابس في المنام في ناس كتيرة بتشوف نفسها ان هي بتشتري ملابس جديدة وفي ناس بتشوف ملابسها مسلا متسخة او متقطعة كمان اخواني العزاء في ناس بتشوف ان هي بتهدي اللبس بتاعها لشخص اخر او ان في شخص بيهديها لبس مسلا واحدة ست تشوف نفسها ان في شخص اعطاها عباية مسلا كمان ممكن تشوف ان الشخص اعطاها طرحة كل دي اشارات مهمة جدا في المنام وعلامات مهمة جدا بتتفسر باشياء جميلة ان شاء الله اخواني العزاء ان شاء الله هنتكلم عن تفسير رؤية الملابس بالتفصيل ولكن قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا زر الاشارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عنده رؤية او حلم وحادي يفصرها ممكن يكتب تعليق اسفل الفيديو وان شاء الله هنتوصل معاه ونرد عليه في اسرع وقت ممكن اول حاجة يا خواني العزاء بالنسبة لرؤية شراء الملابس في المنام خواني العزاء الملابس من الاشياء الجميلة اللي اتبشرنا ان شاء الله بخير وخاصة لو شفنا ان احنا بنشتري ملابس وكل ما الشخص كان بيشتري ملابس مفرحة ومبهجة كانت الرؤية ان شاء الله تعبر على انها اخبار صارة وحاجات كويسة جاية للرأي ان شاء الله كمان اخواني العزاء رؤية اهداء الملابس او ان شخص يجيب لبس مثلا ويهديك لبس مثلا واحدة جزهة جاب لها مثلا عباية او جاب لها ازدال او جاب لها حزاء مثلا واعطاه لها هدية دي بتبقى بشارة للمرأة المتزوجة دي ان ان شاء الله باذن الله ربنا بيرزقها رزق كويس ممكن يكون انجاب ممكن يكون اموال قادمة لها ان شاء الله كذلك الامر لو فتاعة زباء مثلا او مرأة مطلقة ورأيت ان في شخص في المنام اهداها مثلا ازدال او عباية او طرحة مثلا في المنام كل الحاجات دياتي بتدل على ان ان شاء الله اه شخص هيتقدم لخطبتها او ان هتتزوج باذن الله زوج صالح والله اعلى واعلى. كمان اخوان اعزائي رؤية اه ان شخص متوفي بيعطيك لبس في المنام دي علامة على الخير والرزق القادم باذن الله وعلامة على السطر في بعض الامور المعينة اللي بتخص الرائي. نرجع اخواني عزائي اه ليه حاجة يعني تكاد تكون ان هي غير محمودة بالنسبة انك تشوف رؤية الملابس متسخة او انك تشوف مثلا لبس متقطع اه اخواني عزائي لما نشوف لبس معطوع او متسخ نعرف ان صاحب الرؤية ده في مشاكل او الشخص اللي احنا شفناه لابس اللبس ده عنده بعض الهموم وبعض المشاكل. طيب شخص رأى في المنام. انه هو مثلا بيغسل اللبس بتاعه. لبس منتسخ وبيغسله. دي بتبقى عبارة عن بعض المشاكل او بعض الامور الصعبة في حياة الشخص او بعض الهموم مثلا. وان شاء الله بيغسلها بيتخلص منها بينظفها باذن الله يعني الهموم اللي عنده بتزول. او المشاكل اللي عند الشخص ده اللي هو بيشوف الرؤية اه بتزول باذن الله تعالى. دي افضل شيء ان احنا نشوف ان احنا بننظف الملابس المتسخة او بنخيط مسلا اه ملابس متقطعة. كمان اخوان عزاء اه رؤية الوان الملابس زي ما قلنا كل ما كانت الالوان كويسة. كل ما كانت الرؤية جميلة. في بعض الاحيان بتبقى اه مسلا رؤية اللون الاسود لو هو مسلا الشخص مش معتاد على لبس الاسود. مسلا اعزاكم الله واحدة. اه فتاة مسلا اه حد شافها ان هي لبسة لبسة اسود مسلا. وهي مش معتادة على اللبس الاسود. ربما بتبقى حاجة مش كويسة. والله اعلى واعلم. فاللي يشوف رؤية ويحس ان هي رؤيها مش كويسة. اه يقوم نقوم اه ان شاء الله كده يصلي لله. ويدعي ربنا ان هي لو حاجة سيئة تبعد عنه. كمان يخرج صدقة بنية الفرج. وبنية ان ربنا يبعد عنه شر الرؤية دي. كمان ان هو ما يذكرهاش لحد. وما يتكلمش معه. وان شاء الله الرؤية مش هتضر ولا حاجة. وربنا هيبعد عنه كل شر بازن الله.